السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا اخوانا عساكم طيبين ان شاء الله وتكونوا بصحة سلام بالفخير اول شي صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله مقطعنا اليوم قليتش تدبيل مستر بن سولو وبدون لحة خاصة وبدون مساعدة صديق يعني القليتش رهيب يا اسطير استغلوا عشان التحديث يكون معاك فلوس تقدر تشتري في التحديث القادم لا اطول لكم في مقدمة المقطع اهم شي لا تنسون تشيكون لجميع الروابط اللي في الوصف ولا تنسون تخشون مجري وكذلك بظهر لكم كود الاتوم شوب فاتمنى الكل يدعمني في فورتنايت واذا حاب تتبعني عن طريق السناب بحط لكم البر كود ظاهر امامكم في الشاشة وبس هذا اللي كان عندي فقبل لنبدأ لا تنسون الاشتراك والنشر اللايك والدستايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخلنبدأ في خطوات القليتش ورجعنا لكم مرة ثانية يا اساطير اول شي حاب اقول لكم المجر الحقي وفرت فيه خدمات فذا حاب تستفسر عن اي خدمة من الخدمات بحط لكم من رابط تحت في صندوق الوصف اول شي راح اقول لكم متطلبات وبعدها راح نبدأ في الشرح اول شي لابد انت تكون في سفر عام تمام وثاني شي لابد انت تكون يعني سستد ايم عشان راح نجون على البوتات ولكل منصة ولكل جهاز له بوت خاص فيه يجون عليه تمام تمام بحط لكم صورة البوتات يعني امامكم او اسماء البوتات تمام تمام اول شي اللي راح نحتاجه نرفع الجوال ونروح الانترنت وبعدها راح نروح للورستوك اللي هي سيارات الجيش ورح نحتاج شحنة البانكر طبعا يا حبايب شحنة البانكر البي ثري خلاص ركزوا اهم شي تكون اه بيرسونل فيكل ستوريج خلاص بهذا الشكل ويكون داخل الكراج حق الشحنة سيارة مستر بن طبعا اه سيارة مستر بن اللي هي هذي السيارة حق مستر بن اللي معايا برضو اللي شفتوها من شوية تمام اللي هي هذي تمام يا حبايب تمام واللي راح نحتاجه اللي هو مقر الشركة طبعا الشركة اللي هي القديمة اي وحدة اي مكان ما يفرق معاك جدي يعني الرخيصة يعني غالية اهم شي عندك شركة تمام تمام وثاني شي يكون عندك مقر الاجنسي طبعا مقر الاجنسي اهم شي يكون فيله اللي هو التعديل حق اللوس ساندرس اللي هو فيكل ووركشوب خلاص وداخل سيارات مجانية او دبابات الفاخيو خلاص يا حبايب خلاص اهم شي اللي هو زي ما قلت لكم اللي هو هذا الدباب الفاخيو خليني اقول لكم عنه او اوريكم اياه طبعا اللي هو هذا الدباب الفاخيو حلوين حلوين او مثلا اللي هي السيارات المجانية اللي هي هذه اصطير تمام تمام الان هذه هي متطلبات القليج الان انا جبت مستر بن خلاص وراح اركب فيها وراح ادخل فيها داخل البانكر عشان ادخلها داخل الشاحنة والان يا حبايب على طول راح ندخل السيارة حق مستر بن داخل الشاحنة بهذا الشكل وبعدها يا حبايب راح نركبها مرة ثانية ونخرج فيها خارج شاحنة البانكر والان يا حبايب اللي عليك تسوي انك يعني تحط السيارة في هذا المكان بالضبط خلاص عند المصورة هذه حق الموية تمام يا حبايب بهذا الشكل حلوين بحيث ان نجيك بفوق سهمين طيب الان راح نضغط start وبعدها عفوا اكس وبعدها touchpad طيب المهمات الزرقة هذه اذا ما ظهرت معاك اخرج خارج مقر البانكر تمام وظهر المهمات وبعدها اتوجه لأقرب مهمة لك عند الشركة يعني اي شركة عندك اذا كان سوان هنا سوان هنا سوان هنا سوان هنا اهم شي تتوجه يعني الاقرب مهمة للشركة حلوين حلوين الان انا بتوجه لأقرب مهمة للشركة اضغط مربع وبعدها x والان اروح اجوان على البوت المخصص للجهاز حقي والان يا حباب ان رحت جوانت على البوت بشكل طبيعي انتظر الرسالة الاولى وجاتنا الرسالة الاولى الان نقبل الاولى ونرفض الثانية طبعا بما اننا عارف اني انا assisted aim والبوت عندي free aim دائما ابدا في اي منصة البوت دائما ابدا free aim تمام يا حباب تمام الان ركزوا معي في الخطوات هذه الجميلة والبسيطة الان راح نخش الشركة بشكل طبيعي ونضغط interior office والان يا حباب بعد ما دخلنا الشركة الان يا اساطير ويا حباب ابغاكم تركزون معايا في هذه الخطوات يا اساطير اول شي راح نوقف هنا وبعدين وبعدها يا حباب راح نعلق على touchpad وبعدين راح نروح على اللي هو secret self تمام تمام هيركزوا معي الان يا حباب اول ما اضغط ساهم يمين حلوين راح اقول لكم اول شي وبعدين راح نطبي لما اروح اجون على البوت اضغط اكس وراح يدخلنا الكمبيوتر واروح عند المهمات راح اجينا اول رسالة لحقة البوت ارفضها بعدين ارجع لحقة المهمات وبعدين على المهمة الاولى اضغط اكس و confirm وبعدين اروح اجون على طول بسرعة على البوت راح اجينا الرسالة الاولى سريع سريع اقبلها الثانية ارفضها الثالثة اقبلها تمام هذا كله بس بشكل سريع تمام يا حباب تمام الان راح نطبي اول شي راح اجون على البوت وجونت على البوت يا حباب الان راح اضغط اكس على طول تمام حلوين وبعدها ادخل بشكل سريع جاءتنا الاول رسالة دائرة وبعدين مرة ثانية وأروح على طول confirm وعلى طول أروح أجول على البود X دائرة وبعدها X الآن رح ننتظر الرسالة اللي في اليسار فوق اللي هي X و دائرة الآن رح نضغط سهمي من يا حباي ثلاث ثواني وبعدها رح نعليك على تاتش بادا وستركشن منيو وبعدين يا حباي بهذا الشكل نضغط سهم فوق تمام بحيث نروح عند الديكور الآن نضغط X بعدين ننزل تحت ونضغط X الآن يا حبايب دائرة 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 تمام إذا ما جاكم سهمين فوق خلاص لفوا القير يعني كذا يعني لفوا القير على اليسار بحيث تجيكم فوق سهم يمين الآن نضغط سهمي من حلوين يا حبايب بهذا الشكل والآن ننتظر السهمي من و X تمام رح ننتظر أول ما جينا هذه يا أخوان نروح نجون مرة ثانية ونطبق نفس الخطوات الآن جونا نضغط X حلوين يا حبايب بهذا الشكل وبعدين X و X الآن ننتظر الرسالة الأولى دائرة على طول مرة أخرى يا حبايب X وبعدها confirm نروح نجون تمام تمام X دائرة خلاص وبعدها نقبل هذا الرسالة رح نشوف فلاش في اليمين فوق كذا على الفلوس اللي في البنك وبحيث بعدين ترجع الفلوس وترجع الخريطة تحت اللي في اليسار تمام اللي هي الميني ماب بهذا الشكل تمام يا حبايب تمام الآن بعد ما رجعت معانا الخريطة رح نجينا فوق ساهم مين نضغط عليه مرة أخرى خلاص يا حبايب وبعدها على طول رح نعلق على تتش بادة وسترقشن منيو مرة ثانية وبعدين نطلع بالساهم فوق بهذا الشكل من تحت لفوق يعني خلاص زي كذا ونروح عند الديكور أهم شيء يا أخوان ما جينا شاشة سودة لما نختار على الديكور حلوين حلوين بكذا يكون ضبط معانا القريج الآن نضغط ستارت وبعدها اكس وبعدين رح نتوجه المهمة اللي جنب أقرب يعني أقرب مهمة لمقر الاجنسي نضغط مربع وبعدها اكس ورح أجينا هذه الشاشة وبعدين رح يرفعنا ونروح نجون إحنا على البوت يا أساطير وأنا جونت على البوت الآن يا حبايب ننتظر الرسال الأولى بما أنه أنا عارف أنه يعني عكسي في الايم أضغط اكس والثانية أرفضها الآن رح ينزلنا بهذا الشكل والخريطة مخفية إلى الآن القريج زبط معانا تريليون في المية تمام تمام الآن رح أدخل مقر الاجنسي بهذا الشكل طيب الآن بعد ما دخلنا مقر الاجنسي وطبعا زي ما أنتم شايفين الخريطة تحت مخفية تمام تمام الآن رح ندخل عند الكراج ونعدل على أي سيارة مجانية أو دباب الفاخو زي ما أنا قلت لكم يعني في البداية تمام يا حبايب تمام وخطوات جدا سهلة وبسيطة بس أنتم ركزوا معايا ولازم تكونوا سريعين في الخطوات المعينة اللي أنا أقول لكم عنها تمام تمام الآن نختار أي سيارة من هذول تمام ونركبها بالمثلث وبعدين رح نضغط سهم يمين رح يودين على كراج التعديل على أول خيار تمام نضغط عليه بالإكس تمام نعدل عليه أي تعديل دائرة دائرة وبعدها إكس والآن يا حبايب رح ننزل بالمثلث الآن نرفع الجوال وبعدين رح نروح عند الإنترنت ونضغط ستارت تمام وبعدها إكس والتتشبات الآن رح نتوجه لأقرب مهمة لنا في الخريطة لحق البانكر يعني جنب البانكر تمام تمام نضغط مربع يا حبايب بهذا الشكل وبعدها إكس الآن رح نروح نجون على البوت مرة أخرى والآن يا حبايب أنا جونت على البوت بما أنه أنا أعرف البوت عكسي في الأيم رح أقبل الأولى وأرفض الثانية وبحيث يرسبني جنب البانكر تمام يا حبايب بهذا الشكل نقبل الأولى وبعدها نرفض الثانية الآن رح يرسبنا قريبين من البانكر اللي هي جنب المهمة اللي جنب البانكر وبحيث أنه رح ندخل مقر البانكر بشكل طبيعي وزي ما انتم شايفين الخريطة تحت مخفية وقاعد يمشي اللعب كأنه داخل مقر من المقرات الآن أنا قاعد أجري يا حبايب بهذا الشكل وما رح أقدر أضغط مربع الآن رح نتوجه لمقر البانكر وراح نشوف السيارة يا أساطير والآن يا حبايب بعد ما دخلنا مقر البانكر الآن رح نشوف المفاجأة وراح نشوف السيارة يا أساطير وراح نركبها وننسخ أول نسخة الآن زي ما انتم شايفين يا حبايب كذا أمورنا زبطت إلى الآن 100% الآن أول ما نركب رح تتغير اللوحة على اللي هي السيارة المجانية اللي قبل الآن رح أضغط مثلث وزمتم شايفين تغيرت اللوحة كانت 21 صارت 76 في الأخير الآن ساهمين وبعدها X وكذا نسخنا أول سيارة بشكل طبيعي جدا يعني يا أخوان هذا القريتش ما يحتاج لوحة خاصة هذا القريتش ما يحتاج صديق يعني الوحدك سولو وبدون أي مشاكل تمام يا أساطير تمام إذا حاب مثلا تعيد الخطوات غير السيرفر اضغط ستارت تمام يعني أنا بوريكم اضغط ستارت بهذا الشكل خلاص وروح أونلاين وفاعل دينيون سيشن وغير السيرفر وعيد كل الخطوات من أول وجديد وبس يا حباب أتمنى إذا المقطع كان عليكم سهل وبسيط وسامحوني على الإطالة وأتمنى أنكم لا تنسون تدعموني باللايك والنشر والاشتراك ولا تنسون تشتركون في القناة عشان نوصل في أقرب وقت عشرين ألف واستمتعوا بهذا القريتش قبل التحديث إن شاء الله يكون معاك مبلغ بحيث أنك تقدر تستخدموا فيه التحديث القادم ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع جديدة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر